السلام عليكم أخوتي أخوتاتي أشكركم بزاف اليوم لعزاني في الوليدة يا الله يرحمه إن شاء الله يا ربي تكون من أهل الجنة يا ربي تعفو علينا وتعفو عليها وتغفر لنا وتغفر لها الجميع لأمة الإسلامية كاملة الله يرحمه ردرت لكم واحد الفيديو من اللي كنت جاية صافي مشيت عند حنع وتفد العشية شتاو ايوه وجينا بحالنا ولكن طويل شوية وهي 11 دقيقة ولا أكتر أبغى شي جوز قلت ما ندير هذا الفيديو طبعا يا قصير بغيت نوصيق على العيالات اللي ما عاشوش معاهم ولادهم ولا اللي عاشوا معاهم بحال بحال ما تديروش بالفرزيات لا يرحم لكم الوالدين ما تحسبوش شي حسن من شي أرى ولادكم قاعد بحال بحال ما تحسبوش شي أحسن من شي ما تخليوش ولادكم يعني يحسبو بالنقص بحالي هكي كي ما راني أنا راني فرزيات صعابة إن أخوتي بزاف هكي غادي تقتلوا عليكم القلب ديالولادكم غادي يموت هذا كالقلب القلب ديالولادكم غادي يموت معنى الكلمة سوغلوا لي أنا وغا نقول لكم أقول للي عزيز عزيز وصافي كما قال لي قال هاللي عزيز عزيز أخوتي وخا ما عتش ديري ولكن حاولوا حاولوا ما تديروش الفرزيات الله يرحم لكم الوالدين باش ما يكرهوا هكومش ولادكم را القلب كاي يموت أخوتي رمى القلب قوة الحجرة وقوة الضغط را كاي يموت للقلب أخوتي والله العظيم من قلش لكم لا حول ولا قوتي إلا من الله العالي العظيم ما شي شي من ولادكم تحبوه شي تكرهوه لا بس يكونوا قاع بحال بحال ولا عندكم شي ولدكم ما عايش معاكم أعطيوه الحالة كتار من الأخرين اللي عايشوا معاكم حك هو محتاج في ذيك الحالة حك ما عايشتوش في ذيك الحالة هات الشي اللي غنقول لكم وكان شكر ولد موحلي ما تسمية دي لو كاتمشي اللي سيمو حسين كان شك بارطا جاني مسكين قبيلة الله يكتر خيره الله يحملي الوالدين الله يخليليه والدي الله يخليليه ولده الله يخليليه ملط داره الله يحفظها ويخليها لي والسيمو حمد اللي ملقبس داري بوكريشا الله يخليليه بنياته والله يخليليه المهمة دياله والوالد وبناته ولاده والله يحفظه بارطا جاني مسكين غير متل فيديو مسكين بارطا جاني الله يرحم ليه الوالدين شكرا تاول دمو حليما مسكين بارطا جاني غير كاللوح البيديو كي بارطا جاني مسكين الله يرحم ليه الوالدين لهذه الناس اللي كوقفوا معي على حسب القناة ديالي شكرا و جزيل شكر و خفد لي متأخوتي لكم عارفين متل الوالدين ديالي و خد شوفوني غاد يالشي بلاصة ولا كان هدار ولا كان ضحكو لكن بقي عقلي مرفوع أخوتي و خانا كبرتش معها و خانا كبرتني شكيم مقتلكو ما عرفتها فاش كنت عندي عشرين عام ده باربعة عشر عام كنت نمشي عندها و جي عندي بي خير وعلا خير كان ضحكو تبيت عندي ونبيت عندها المهم ضحكو تصوني لي و نصوني لها المهم يا واحدة مرة نتقلق منها مرة تقلق مني مرة صافي من نشوفها الشهرين تلت شهور مرة صافي نتصالحو مرة مهم كما كان نقول لكم ما مربياش علي الكبدان نقول لكم الصراحة الله يرحم راف دار الحق الله يرحم ما مربياش علي الكبدان بحال ولادها ما يمكنش نكون أنا صافي يعني كان حسنا وخمرت ما كدهاش فيها وخار راني في سبيطان ما ادهاش فيها ما عادي بحال غيشي وحدك أتعرفها كك وانا درني قلبي بزاف ما صافي جمعت راسي جمعت ولادي قلت صافي نخلي المرعلي في الطقار صافي نخليهم يعيش وحياتهم هي ولادها في الطقار صافي احتكت بالله هاد المكتاب من وينه شخوتين وينه عاد تكون نشوفها عاد وتشوفني وتجي عندي عاد وتسامح معايا ولموهم تقول شي دي الله ولي عنده شي الوليدة يتعلا فيها اللي عندها شي ولا تتعلا فيهم وهذا شي اللي غنقول لكم وشكرا للناس قاع اللي عزوني اليوم وشكرا اللي عزوني في الكومنتير وتكشين ايو ما الطار ما جا عندي تواحد ما بغيته شي واحد يجي عندي ولا ما بغيته شي واحد يعزيني أنا البشار بغيت نبقى ترونكيل على البشار بغيت نبقى بعيدة على البشار بغيت نبقى البشار يعطينانا اتساع وهي هديك وباي باي عليكم